السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً عدد الحالات في ألمانيا وصل إلى 155,799 شخص عدد الوفيات إلى 5,787 وعدد الناس اللي شوفيوا لحد الآن ارتفع إلى 107,913 وهذا يعني أنه عدد الحالات الفعالة التي ما زالت موجودة في ألمانيا 42,000 شخص إذا نحن نلاحظ أنه فيه تقدم كبير وإن شاء الله من هون لآخر رمضان على العيد بيكون خلصنا يعني كمان من هذا الوباء إذا استمرت الأمور هيك بالتراجع بهذا الشكل الكبير وفي معنى خبر مهم جداً منتشر بكل الأعلام الألمانية عن موضوع تشريحة سام الناس اللي توفوا من المفترض بهذا المرض سابقاً كان معهد غوبة كوخها بينصح بعدم تشريحة سام الناس اللي توفوا بهذا المرض بسبب أنه هذا الشيء ممكن ينقل العدوى الآن الأونيفزيتيتس كلينيكم مشفى الجامعي في هامبورغ وأيضاً في بعزل في سويسرا قاموا بتشريحة سام بعض الناس في هامبورغ 133 يعني شخصة سامن توصلوا إلى أنه كل الناس اللي تم تشريحة سامن كان عندهم أمراض سابقة مزمنة مثل أمراض القلب ارتفاع الضغط تصلب الشرايين أمراض في الرئة أو حتى عندهم يعني أعضاء مزروعة هذول عادة تكون منعتهم ضعيفة إذن فيه كتير أو كل الناس اللي تم تشريحة سامن هنن عندهم أمراض سابقة مزمنة شديدة السؤال هو أنه هل توفوا الآن بسبب هذا الوباء أم أنه هاي الأمراض المزمنة هي اللي أدت إلى وفاتهم العالم المشهور كريستيان دوستن الشاغتيف في برلين عن علم الفيروسات والأوبئة هو الشخص اللي طور الاختبار الأول ضد هذا الوباء الآن عبيتحدث عن أنه سبب المرض الرئيسي ممكن ما يكون الخفاش مثل ما بعض النظريات عبتعتقد أو عبتقول أنه ظلمنا لهذا الحيوان ممكن يكون شيء آخر ألا وهو عطى مثال أنه ممكن يكون على سبيل المثال هو المعدة هند المعدة هند هو حيوان بيشبه المعدة هو السنور والمعدة هند يشبه حيوان الراكونيك له فرو يتم تربيته في الصين للاستفادة من الفرو طبعه وبيعه يعني إذن بهدف تجاري فيتم تربيته في الصين بشكل كبير عبيقول أنه ممكن يكون هذا هو السبب في انتقال هذا الوباء وليس الخفاش كما نحن أو يعتقد بشكل كبير ممكن يكون مثلا كمان شلعيش كاتسن أنواع من القطط إذن ممكن تكون حيوانات أخرى وليس الخفاش كما هو شائع يعني في الإعلام صار في الأشهر الأخيرة نعرف ابتداء من اليوم أصبح ارتداء الكمامة فرضا في كل المقاطعات في ألمانيا بشكل عام أثناء التسوق وأثناء التنقل في وسائل نقل العامة للباصات والشتخاص نبقى الآن وزير النقل أيضا في ألمانيا عبي طالب أو رح يطالب من وجهة نظره هو أنه لازم يتم فرض ارتداء الكمامة أيضا في قطارات المسافات البعيدة ربما هو عبي خطط للمستقبل في الإيتسي والإيتسي نعرف القطارات السريعة اللي تنتقل بين المدن في ألمانيا أنه يتم فرض أيضا في هذه القطارات عبي قول ليش لا نفرض الكمامة في الباصات والشتخاص نبقى داخل المدن وخارج المدن أو بين المدن الكبيرة يكون هذا الشيء مغاير لا المفروض أنه بهذه القطارات كمان يتم فرض ارتداء الكمامة مقاطعة نوتغاند فسفانت وفاجئنا مرة أخرى وزيرة التعليم في هذه المقاطعة تتحدث عن موضوع أنه لن يتم أو أنها لا تريد فرض ارتداء الكمامة في المدارس والسبب عبدول أنه لديها ثقة بالتلاميذ يعني أنه ممكن هنا يلتزموا بكل القوانين التبعه الاجتماعي وهالأشياء وأنه لحد الآن أظهروا لكثير من المسئولية والتفاهم وأنه إذا صار في أي شيء أي مخالفة لهذه القوانين ممكن يتدخلوا الأسادزة وينبهوا التلاميذ على موضوع التبعه الاجتماعي وهالأشياء وأنه اللي بيحب ممكن يرتدي الكمامة داخل المدرسة ولكن لن يكون فرضا في مقاطعة نوتغاند فسفان حزب الخضر يستمر في طرح أفكاره ونظرياته عن موضوع المساعدات في ألمانيا بعد فكرة يعطوه لكل شخص 250 يورو في ألمانيا لا يصرفها في المحلات اللي تأثرت بالإغلاق أثناء هذا الوباء والآن يقترح رفع مساعدات لجوب سنتر الحادس فيه لكل شخص بالغ بمقدار 100 يورو ولكل ولد بمقدار 60 يورو أنه سيتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع العام للحزب القادم الآن قريبا لازم نحن نعرف أن هاي كله أفكار عب يطرح حزب الخضر بينما هو ليس في الحكم اللي في الحكم هو حزب الاس بي دي وحزب ال سي دي او وهنا اللي عندهم الأغلبية مع بعضهم البرلمانية نعرف نحن ليشتنشتين هاي هيك الدولة الصغيرة جدنا العدن سكانة محدود الآن ستقوم بتجربة على 1200 شخص متطوئ سيتم تزويدهم بآمغايفن أو آمباند يعني مثل سوار يعني بيقيس كل العمليات الحيوية هدفه حسب وجهة نظره هو معرفة مدى قدرة هذا السوار على التعرف على هذا الوباء من المفروض يعني مبكرا أنه هذا السوار بيقيس كل العمليات الحيوية لجسم الإنسان مثل الدرجات الحرارة النبض الإشباع الأكسيجيني عدد حركات التنفس يعني عدد المرات اللي بتنفس فيها الإنسان في الدقيقة هالأشياء إذن كل المقاييس الحيوية ممكن يقيسى هذا السوار وسيتم البدء بالتجربة هذا الشيء على 1200 شخص متطوئ بهذا الموضوع هذا الموضوع ما حبيته أنا هيكا أتهم الأنباء في ألمانيا هذا الصباح أتمنى أكون أفدتكم من خلال هالمعلومات دوموا بخير وصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته